والآن بعدما قمنا بشرح ما معنى إشارة التالة بيانياً وحل معادلة مترجحات بيانياً الآن حان ندور لكي نتطلق إلى ذلك حسابياً لم يعطيني أفلي إكس ندرس إشارة أفلي إكس أول شيء جاناً للدرس إشارة أولا هو أن نحسبها مهندة عدم دلت آلوفياً نحسبها مهندة عدم فإذن أفلي إكس تسوي السفر أفلي إكس ماذا تسوي؟ تسوي خمسة إكس زايد إثنان هكذا خمسة إكس زايد إثنان تسوي السفر نحسبها ماذا تسوي السفر؟ نحول المعالم في الجهة ونحن نحول مجاهل في الجهة تلي عدنا 5x ماذا تسوي لما نحوله 2 إلى طرف تاني ماذا تصبح تتغير إشارتها فتصبح تسوي ناقص 2 دائما لما تنقل من طرف إلى طرف إذا كان بالجمع ترجعوا بالطرح وإذا كان بالطرح ترجعوا بالجمع وإذا كان بالضرب ترجعوا بالقسمة وإذا كان بالقسمة ترجعوا تحولوا بالضرب تلي ناقص 2 الآن الخمسة في الx تسوي ناقص 2 الخمسة بشرة هناها بالضرب ما الذي قد تحوله قد تحوله بالقسمة يعني هي في الأحرى إما أننا نقول باللي إما نقول أننا نقسمنا على خمسة في هذا الطرف وقسمنا على خمسة في هذا الطرف خمسة هذه رحلت مع خمسة هذه قاتل X تساوي ناقص 2 على خمسة أو نقول جبنا X أو نحوله هذه بالطرف الثاني تتحول بالقسمة تساوي ناقص 2 على خمسة يعني صار كما نقوله 4 في 5 ساوي عشرين خمسة ماذا تساوي؟ ساوي عشرين على أربعة الآن هذه الدلة تنعدم عندها X يساوي ناقص 2 على خمسة لنحاول نديره وجدوا الإشارة هذه الدلة ستكون بهذا الشكل الدلة تألفية معرفة هنا في هذا المكان نضع مجموعة التعريف هنا نكتب X هنا نكتب الدلة أو نجمو نكتبه 5X زايد 2 في هذا المكان مجموعة تعرفت الدلة تألفية من ناقص ما لا نهاية إلى زايد ما لا نهاية أين تنعدم؟ تنعدم عندها ناقص 5 على 2 نكتبر هنا ناقص 5 على 2 تنعدم عندها ناقص 5 على 2 ندروا هذا رمز هذا الشكل معتها تنعدم عند ناقص 5 على 2 الآن وين نديرها بلي موجبة وين نديرها بلي سالبة؟ تبع معي مليح نروحوا للدلة التاعي نروحوا للدلة التاعي عبارة تاحا ونشوفوا إشارة الإكس وإشارة العدد لمضرف الإكس إذا كانت موجبة ما نديره؟ موجبة على اليمين موجبة وعليها صار العكس العكس الموجب شو والسال سالم إذا كانت عندي هنا ناقص 5 مثلا وكنت عندي هنا ناقص 5 واش ندير؟ هنا نديرها نفس إشارة العدد لمضرف الإكس ولا إشارة الإكس نديرها ناقص وهنا نعكسها رجحها بالزائد يعني يلوك نجد هنا وكنا نجد هنا ناقص 5 في هذه المعادلة لما نحولوا هذا الطرف تكون هنا لدينا ناقص 5 ولما تكون لدينا ناقص 5 مع ذلك الناقص تروح مع الناقص يولي الإكس يساوي 2 على 5 تروح لنا هذه الإشارة وش تولي؟ تولي هنا رأينا الناقص تولي لهنا العدد لمضرف الإكس فيه الناقص نديره هنا نفس إشارة العدد لمضرف الإكس ونديره نفس الإشارة تاعه ونديره عكس الإشارة تاعه عدد لمضرف الإكس ناقص في دي جيهة ما نديره على اليسار نديره زائد دايما اليمين اليمينة تعنا نديره نفس الإشارة تعالى الإكس ولا عدد لمضرف الإكس ويسار نديره عكسها لو كان يكونوا عندي يزوج حلول الأمر عنده كلام آخر سوف نطرق إليه في العبارة التي بعدها عندنا جيل الإكس ستوي السفر معنتها العبارة التاحة اللي هي ثلاثة إكس مربع ناقص أربعة إكس زائد الوحد تسوي السفر الآن هذه العبارة تسوي السفر شنديرون حسبه المميز دالتا دالتا ماذا يسوي يسوي بمربع ناقص أربعة آسي هذا اللي مضرب في الإكس مربع في الأكس تربيع هو الأ اللي مضرب هنا الشرحه يعني من السفر اللي مضرب في الأكس تربيع هو الأ واللي مضرب في الأكس قوة واحد يعني أكس واحدة هو lb وهذا اللي يجري حرفي هو السي. عندي بي مربع. ما ما عدتها? ناقص اربعة مربع ناقص اربعة مربع ماذا تسوي? تسوي ستة عشر. ناقص اربعة سي نكتبو اربعة تعنا. ال ا هو ثلاثة نضربو في ثلاثة. وسي هو الواحد نضربو في الواحد صيح ماذا تسوي? تسوي ستة عشر ناقص اربعة في 3 دم تساوي 12 وتساوي كم تساوي 4 داتا يساوي 4 صبنا داتا يساوي 4 جيدر و داتا كم يساوي يساوي 2 يعني جيدر 4 هي 2 نبحث عن الحلول الحلقة و ماذا يساوي لما يكون داتا موجب يكون عندي حلان بالمناسبة و هذا يساوي x1 وعندي x2 عندي في البسط ناقص ب ناقص جيدر و داتا الحل الأول والثاني شا نديره على اثناني ا هنا كذلك هنا ناقص ب ماذا يطرف تختلف فقط إشارة تشبه زائي جيدر و داتا تشبه زائي جيدر و داتا و تساوي ماذا لدينا هنا ناقص بي بي هو ناقص أربعة الناقص في الناقص يعني بي هو ناقص أربعة وأنا وريد ناقص بي يعني ماذا تصبح تصبح ناقص ناقص أربعة الناقص في الناقص زائد فماذا نكتبه يعني نكتبه مباشرة نكتبه أربعة أربعة ناقص جدره داطة شحال جدره داطة وإثنان على ماذا؟ على إثنان فئة على إثنان في آله وشحال ثلاثة وماذا تسوي؟ أربعة ناقص إثنان تسوي إثنان إثنان في ثلاثة تسوي ستة وتسوي كم واحد على إثنان نختزل نقص مو البسط على إثنان والمقام على إثنان إثنان قسم إثنان تسوي واحد استقسم إثنان تسوي ثلاثة عفوا هنا تسوي واحد على ثلاثة الحل الأول ما هو؟ هو نقول نشحال ناقص بي ناقص أربعة ناقص ناقص أربعة تسوي أربعة أربعة ناقص إثنان على كم؟ على إثنان آ وهي ستة تسوي كم؟ تسوي واحد على ثلاثة وهنا ناقص بالهي أربعة إثنان آ لهي ستة حسبناها مسبقا هناك تعالنا ناقص ستركوا نديروا الزائد نجدروا الزائد واثنان نجدروا الزائد واثنان أربعة زائد ثلاثة تسوي ستة ستة على ستة كم؟ تسوي الباحد يعني لدي حل لا حل الأول يعني مجموعة الحلول أس ما هي؟ نكتب هكذا مجموعة حلول أس هي نبدأ بصغير ورحول كبير الصغير ما هو؟ هو واحد على ثلاثة نقطة فاصلة فوق نقطة والآن نكتب الواحد الآن وكان نبغي ندير جدول إشارة تحدي الدالة كي غادي جي دير يعني قلنا عندي حلان قلنا عندي حلان قلنا عندي إكس واحد ماذا يسوي؟ يسوي واحد على ثلاثة قلنا عندي اكتب لهم وغير عندي إكس واثنان ماذا يسوي سوي الواحد يعني هذه حلول التعي لما نجي نحب ندير الإشارة نجد الإشارة لهذه الدالة نتبع معي جيدا يعني هنا ماذا نكتب؟ هنا نكتب إكس هنا نكتب مجموعة التعريف مجموعة التعريف يعني نقص ما لا نهاية إلى زائد ما لا نهاية هنا نكتب جيلي إكس أو نكتب عبارة الدالة جيلي إكس أول شي نديره هو نكتب في مجموعة التعريف القيمة التي تنعدم عندها الدالة نكتب بقيمة صغيرة ثم قيمة كبيرة قيمة صغيرة قيمة صغيرة واحدة على ثلاثة قيمة أكبر منها هي الباحث يعني هنا ماذا لدينا؟ هنا لدينا الدالة تنعدم تنعدم عند هذه النقطة وتنعدم عند هذه النقطة واش معنتها؟ معنتها في هذه النقطة لما إيش ساوي الواحد منحها ندى لجيرها هي يلتقي مع محور الفواصل وعند النقطة 1 إلى 3 راه يلتقي كدير معه في محور الفواصل الآن نكتب باش نعرف الإشارة أسكو موجب أو لسالبة أسكو راهي فوق محور الفواصل أو تحت محور الفواصل نجي عند هذه X تربية نجي عند X تربية العدل المضرب فيه سواء ربع لها X واحدة أو X مضربة فيها عدد قبل أن تكون X واحدة معتها واحدة في X مربع إذا كانت موجبا كما في الحلالة راه موجبا العدل المضرب في X راه موجب وشا نديرو هنا نديرو نفس الإشارة تلك العدل المضرب في X وهنا نفس حسنا när القلب تربية هنا نديرو نفس فلوس نديرو عكس فلوس نديرو عكس هنا إشارة تعشرة هي راهي كلاتة أو الحدها ما فيها ناقص معتها راهee موجبا ونديرو نفس فلوس نديرو عكس صح لو كنتكينا في الهن الساليب لو كنتكينا كينا الناقص لو كنتكينا في الهن أناقص شا غ Ath mini في ذك الحالة في ذك الحالة غدي تغير الحية غادي تخلي منه نفس الإشارة الليها نفس الاشارهnom ناقش Chry Tayала فالوسق يديروا زائد لكن الان معينة ها الدلاله من هذه المجال رايه فوقه Wesley وفي دي المجال من رايه فوقه hesitate في ده المجال رايه توفيد Stunden لما نكون ناقش ريسد مهوار فواصل باش نعرف تغيره الدلاله سكون متزيده الا متناقصه لما تكون مستققه الدلالة موجبة معينة ها الدلاله رايه متزيده ولما تكون الدلال مشتقة سالبة معتها الدلاء رهيم وتنقيس فقط للمعلومة الآن تدرسوا دلاء عش إشارة تحضر عش لإكس تسوي السفر عش لإكس ماذا تسوي تسوي لغاريتم عش لإكس تسوي لغاريتم إكس معنتها سأحضر عش لغاريتم إكس معانها سأحضر عش لغاريتم إكس وكيف هي تسوي السفر عش للمعادلة نضخل الإكسبنسية على الطرفين يأتي بل كيف لم يأتي بل؟ نضخل الإكسبنسية على الطرفين جيبوا تسوي الهنا يا. هنديروا لغاريتم اكس. وهنا واش نديرو? هنديرو الصفر. دخلنا لغاريتم على هذا الطرف واللغاريتم على الطرف. يعني باش نحافظوا على المساواة. هنا عنا باللي لما تكون عندي اكسبانسيال اه لغاريتم ا يعني واش معنتها? اه لغاريتم تروه مع الاكسبانسيال بالواحد. شا تقول لي يعني لغاريتم يعني اكسبانسيال لغاريتم. اكسبانسيال لغاريتم ا ماذا تسوي? تسوي ا. يعني في هذه الحالة هذه تروه معادي شا تبقى لي تروه بالواحد تبقى لي اكس. ماذا تسوي? تسوي اكسبانسيال السفر. اكسبانسيال السفر ما هو? لما نجي عند الدلة التاعي عند المعلم انتحي اكسبانسيال منحنة حدي كيما هاك. هذه النقطة هنا اكسبانسيال سوي السفر مع انتها اكسبانسيال سوي السفر. لما اكسبانسيال سوي السفر مع انتها نقطة تقاطع المنحنة اكسبانسيال مع محور الترتيب. هذا اقلاق و هذا اكسبانسيال ها الصفر. ها هذه النقطة واش هي? هي الواحد في المعلم. يعني اكسبانسيال السفر ما هي? هي الواحد واش نكتبوه 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 لهن ايا اكس تساوي ماذا تساوي اكس تساوي الواحد. ما معناه معنته لغاريتم اكس تنعدم عند الواحد. يعني منحانة على لغاريتم كدير لغاريتم هو معاكس ليكسبونسيال. شاي بهذا الشكل. وهنا يلتقي مع محور الفواصل. وتكون قيمة لغاريتم اكس تكون قيماتها حشات ولتقيماتها سفر عند الواحد. اله ما نحاوم بضعم جدول الاشارة تلاها لتساوي لغاريتم رقص اكس. اول شي هنا اشان ندoyu ولنا مجموعه تلخي في د geographic. وهنا نكتبوه jeden겠죠. مجموعة التعريف مجموعة التعريف لغاريتم x لغاريتم x مجموعة التعريف هي x يكون أكبر تماما من الصفر ليس أكبر أو دساوي لأن لا توجد قيمة لغاريتم 0 أو القيم السالبة تقول لي أستاذ لي ماذا؟ بطبيعة الحال لأننا لما نحب نرسمه جدوى تعال هو ينطلق هو المنحنة هو المستقيم تعاليقرا هو مستقيم قارب له فينطلق من هذه القيمة وجرائح مجموعة التعريف لما دلنا يعني فيديو نشرح فيه مجموعة التعريف مجموعة التعريف قلنا هي الإسقاط على محوة الفواصل الآن محوة هذه اللغاريتم هذا المنحنة تعدال لغاريتم ما عندهش غير معرف على هذا المجال غير معرف صحيح؟ يعني نبدأ من السفر ونذهب إلى زائد ما لا نهاية وعند السفر السفر القيمة هذه لا تخذ غير معرفة يعني دون من السفر إلى زائد ما لا نهاية وهنا لما تكون غير معرفة عن مستقيمة المقاربة شا نديرو نديرو هذا الشكل نديروها بهذا الشكل معترها غير معرفة عند السفر يعني اكس أكبر تماما من السفر لو كنا نحاول نديرو مجال نحاول نديرو مجال مجموعة تعريف دي جي عفوا دي أش يعني مجموعة تعريف تاع أش مين تبدأ؟ تبدأ من السفر مجال مفتوح لأن السفر ما يدخش إلى زائد ما لا نهاية فإذا قلنا تنعدم عند الواحد نأخذ قيمة الواحد هنا تنعدم لأنه هنا نعرف وين نكتب وين تكون موجب وين تكون مساليبة أول شي احنا نحاول نحن نعرف عن التالي لم نديرها كيفما حقوا هنا القيمة واحد معthestها من الواحد الى ازائد ما لا نهاية HDR روا هي موجبة ومن الواحد الى السفر سالدة ولكن حاوسنا عارفها حسابيا Lynn bedeutet وين ذ selections هيستص гдеře market إشارة العدل المڈرب في بطنه لغارتم إشارة بدHE يمضرع موجب نضربه لتعطيني معناه معiinه على اليسار سي Consider ومنعكسها ندير السالب هناك عددنا ناقص لغاريثم. هذا هناك عددنا ناقص. وذلك عددنا ناقص. وذلك عددنا زائد. يعني لا تنخلقوا شيء يمكن كنا ساعة خرج لغاريثم اكس زائد اتنين. ولو كما قولوا اتنين اكس زائد اتنين. ثاني بلقاءة ثلاثة اكس زائد اتنين. وهنا تكون عندي ناقص نضربوا اشارة العدل المضرب في الاكس اللي يحتى براء. يعني نضربها في اشارة للعدل المضرب في اللقاء بيتمع على براء. نحطها الهنة او الهنة العكسها. بما ان هذه هنا اراها موجبة فهنا تكون موجبة. وهنا ماذا تكون هنا تكون سالبة. يعني قانون لما تكون عندي مثلا ا حدد ا. لغاريتم. الفا اكس زائد بيتا. يعني الاشارة. شا ندير احنا باش نعرف اشارة احادي. اشارة الالفا. باش نضربها في الاشارة الا. الاشارة في الاشارة. صحيح? الى كان هذا السالب وهذا السالب تولي سالب في السالب موجب ونحط هنا موجب وهنا سالب. اذا كان هذا موجب وهذا سالب تولي سالب في السالب. عفوا موجب في السالب. اه سالب تجيه هنا سالب وهنا كيفة? هنا موجب. والعكس صحي. يعني ها نصبناها إشارة اللغاريزم على الذين X موسيقى X زائد 3 ناقص X موسيقى 4 على X لما يعطيني مثلا Dela F ل X ويعطيني مستقيم Data مثلا Y مع هذا التعامل تسوي A X زائد B ويقوم ندرس وضعية المستقيم بالنسبة للدالة احنا واش نديرو احنا نديرو F ل X ناقص مستقيم هذا Y اللي هي احنا يتولي ناقص A X زائد B يعني الدالة نجيبه قيمة عدد لماذا تسوي ونقصه منها المستقيم المقارب الآن وندرسه الإشارة طالي الوضعية تسوي السفر وندرسه إشارة طالي الوضعية لما تكون موجبة لما تكون نتيجة موجبة لما تكون إشارة موجبة إشارة الفرق لما تكون موجبة يكون منحنة هذا يكون فوق ويقولوا لي رح فوق المستقيم المستقيم هذا. ولما تكون سالبة تكون تحت هذا المستقيم. يعني المنحنة CF يكون تحت هذا المستقيم. ولما تكون يسوي السفر يعني هذا المستقيم يكون تقاطع مع منحنة هذه الدالة. يعني هذا ليس موضوع نا. الآن أعطينا دي العبارة. قال لي حل هذه المعادلة. واشنننحول الطرف الثاني. خلي من على زي تانية او زوجة نحولها الطرف الثاني. كيتحول رهي بالسلب تحول تلي بموجبها. اربعة على اكس. انا نحاول نعرف مجموعة التعريف تحديدها. مجموعة التعريف تاع اكس هي مزايد ما لان هي نقص ما لان هي ولكن اللي هنا رهي اكس فلي اكس. فلي اكس تسوي اربعة على اكس. مجموعة التعريف تحديد دالة. تقاطعها مع مجموعة التعريف تاع الاكسبانسيال هي مجموعة التعريف تاع دالة الكلية. مثلا اكسبانسيال تبدأ من ناقص ما لانها نهاية وتجارها حتى زائد ما لانهاية. ولكن اربعة على اكس هذه يعني عندها قيمة السفر غير معرفة عندها. معناها السفر هو مستقيم مقارب عند هذه الدالة اربعة على اكس. لان اكس في المقام لازم لا يكون لا يسوي السفر. يعني تسيبوا هذي دالة نسيبوها في المجال السليب نسيبوها في المجال الموجب ولكن انا ما نسيبوهاش عند قيمة الصفر. يعني مجموعة التعريف الكسبانسيال هي هي مزايد ملا نهاية. ناقص ملا نهاية. تقاطع تاحهم هو مزايد ملا من ناقص ملا نهاية حتى للصفر مجال مفتوح. يعني مجموعة التعريف. دي ماذا تسوي تسوي مناقص ملا نهاية. ورا نحصل مناقص ملا نهاية. حتى لسفر المجال مفتوح. اتحاد من السفر حتى الزعيد. لما لا نهاية المجال المفتوح. الان مع تكون عندي الاسقمسمسيال مع اكشمسيال. وب объясrtهم علامات التساوي يعني Denise Hilione Hilal اشانديروا يعني ماذا ما تساوت تساوي مع اكشمسيال تبقى لي مع انتها هذي رح تساوي هذي. يعني اشتها تولي عندي تولي عندي اكز الثلاثة. ماذا تساوي? تساوي اربعة على اكس. وضربوا البست في المقام هذه. لنرى ما تكون على واحد. البست في المقام. البست في المقام. هكذا بهذا الشكل. تصبح ماذا تساوي? تصبح تساوي اكس في اكس الثلاثة. وهذا تساوي اربعة في الواحد. هي اربعة. وكاننا نرى نقول عشرين. كان هذه تساوي عشرين. عفوا. كاننا نرى نقول خمسة وتساوي عشرين على اربعة. فاربعة في واحد اللي هي عفوا عشرين. ماذا تساوي? تساوي اربعة في الخمسة. يعني هذا في هذا. هذا في هذا. نقوم بالنشر. تصبح لدينا اكس في الاكس. تساوي اكس مربع. اكس في ثلاثة وتساوي زائد ثلاثة اكس. ونقوم بتحويل اربعة الى هذا الجانب. لهذا الطرف تصبح اشارة تحال سالبة لما نحول لهذا الطرف. نقص اربعة. ماذا تساوي? تساوي في هذا الطرف واش بقى نبقى نصفر. تساوي السفر. انا واش نديره? انا نحسبو داطة. داطة ماذا يساوي? ساوي بمربع. ناقص اربعة اصي. بمربع ماذا هو? هو ثلاثة مربع لها تسعة. تناقص اربعة في الان لي هو الواحد. فالسي اللي هو ناقص اربعة. فتصبح ماذا تساوي? ت horsو عشر الف راتين جدا. تصبح تصبح تساوي ثلاثة ناقص 7 ناقصana اربعة في الاربعة. هي ستة عشر والناقص في ناقص زائد. ولا يتسعة زائد ستة عشر وتساوي خمسة وعشرون. كم تسوي?ût ساوي خمسة وعشرون. يعني � awaken ماذا يسوي? يسوي خمسة وعشرون. انا بندس الاشارة قلنا داتا يسوي كم يسوي? سوي خمسة وعشرون. جدرو داتا ماذا يسوي? جدرو داتا يسوي خمسة. عفوا. نحو سوى الحلول. حل الاول وحل الثاني. يرو كسر الثاني. قانون ماذا يقول? قانون يقول انها تسوي ناقس بي كما قلنا سبقا. ناقس جدرو داتا على اثنان اه. هنا كذا ناقس بي هنا اثناني اه. لكن ماذا اختلاف الواحد هو هنا هنا? توجد زائد زائد. اختلاف الواحد هنا زائد وهنا ناقس. الان ناقس بي يسوي ثلاثة تولي ناقس ثلاثة ناقس جدرو داتا الي هو ناقس خمسة. على اثناني اه. ال اه يسوي الواحد هو من ال ا مضرب في الاكس مربع. يعني اللي مضرب في الـ X مربح هو الـ A واللي مضرب في الـ X هو الـ B واللي وحده هو الـ C فتصبح 2 في الواحد كم تساوي؟ 2A تساوي 2 ويتساوي ناقص 3 ناقص 5 تساوي ناقص 8 ناقص 8 ناقص نحب ندروها هنا نبقى ندروها ناقص 8 8 على 4 8 على 2 كم تساوي؟ تساوي 4 والناقص ناقص 4 وهنا ناقص بالله ناقص 3 سأجد رداتا لها زائد 5 على 2 2 في 1 تساوي 2 لأنه يساوي الواحد ناقص 5 زائد ناقص 3 زائد 5 كم تساوي؟ تساوي 2 على 2 وماذا تساوي؟ تساوي الواحد يعني وجدنا حلين وجدنا حلين الحل أو لم يكون داطا موجب دائما تساوي دائما لدينا حلين هنا لدي مجموعة تعريف دي واشقلنا هي مجموعة تعريف دي ونسموها اي كما نحبو عندي قنا هي من ناقص ملا نهاية حتى لواش؟ حتى للسفر لأن السفر مجيش في المقام مجال مفتوح اتحاد من السفر إلى زائد ملا نهاية يعني قيمة المميزة اللي عندي اجتيالة عندي الحلول اللي هي تعدم لهذه الدالة اللي هي ناقص 4 وعندي الواحد وعندي قيمة المميزة للسفر اللي الدالة غير معرفة عندها يعني الدالة كنت تكون غير معرفة في هذا المكان واش نديرولها؟ نديرولها بهذا الشكل غير معرفة أنها غير معرفة عند هذه الفاصلة قلنا بالدالة تنعدم تنعدم عند الواحد وتنعدم عند النقص 4 واش معنى؟ معنى هذه الدالة رأيت تقطع هذه الدالة عند هاتين النقطتين والآن تنعدم هنا وتنعدم هنا هذه دالة ألفية عفوا دالة من درجتانية يعني هنا مع هاتين في الجناب واش ندير؟ ندير نفس إشارة X إشارة X كديرة رأيي م وجبة فلوص شوه ندير؟ نديره عكس الإشارة عندي الموجب يعني هاتين فلوص شندير نديره السالب في الأطراف عندي الموجب موجب شبتها مmerce أشارتها X تنعدم عند الـ X الثربية فلوص نديره عكس هذه هي ناقص نديره ناقص منه ونديره ناقص منه وتن performance وده لغير معرفة عنده الصفري فقط. لدينا اكس زائد اربعة على ستة ناقص اكس ناقص واحدة لأكس تساوي الصفر. حلو هذه المعادلة. حولوا الواحد على اكس طرف تاني تولي عندي اكس زائد اربعة على ستة ناقص اكس ماذا تساوي؟ تساوي واحد على الاكس. ونضربوا طرف هذا في الطرف هذا. تساوي الطرف هذا في الطرف هذا. واش تولي عندي? تولي عندي اكس في ربعة اكس. يعني بهذا الشكل. اكس في ربعة اكس. عفوا في اكس زائد ربعة. اكس في اكس زائد ربعة ماذا تساوي? تساوي لي واحد. واش مضرب? مضرب في ستة ناقص اكس. والواحد كي نضرب في كاش عدد ان القدرون يستغنوا عنه. العدد في اي عدد الواحد في اي عدد تسوي نفسه. فالمستوح ماذا تسوي? اكس في الاكس تسوي اكس مربع زائد اربعة اكس نضربه ذا في ذا. ونضربه ذا في ذا. زائد اربعة اكس. الان واش ندير ونحوله هذا والطرف هذا. رايب الموجب ترجع بالسالب. ناقل ستة وهذا رايب السالب ترجع بالموجب. زائد اكس. واش تسوي? تسوي الصفر. تبقى في تطرف قصصفر. الان نجمعه اللي نقدرون نجمعهم. تبقى دي اكس مربع مع داشة اللي تبقى لها. اكس مربع. ربع اكس. زائد اكس تولي لزائد خمسة اكس. ناقص تتانا. واش بيها? تساوي الصفر. نحسبه اضافة. نسوي بي موربع ناقص ربع اصي. ده طب. سوي بي موربع ناقص اربعة اصي. الا هو العزل المضرب في الاكس مربع. البي العزل المضرب في الاكس والسي هو اللي جاي وحده. حرفي. بي موربع توي خمسة موربع توي خمسة وعشرون. ناقص اربعة في اللي هو الواحد. في اه السي اللي هي ناقص ستة. اي ماذا تصبح? خمسة وعشرون ناقص. اربعة في الواحد تبقى اربعة. اربعة في الستة. تغطينا اربعة وعشرين. اربعة وعشرين ناقص ناقص. تغطيني زائد. تولي لزائد اربعة وعشرين. ناقص 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 ن ساوى أربعة ونجدر وداتا كم يساوي؟ يساوي سبعة بما أن داتا موجب فيوجد حلان متمايزان مش متمايزان مثلا مختلفين لدينا اكس واحد نساوي ناقص ب ناقص جدر وداتا علا اتنان ا اكس واحد ماذا يساوي؟ ناقص ب وهنا فقط تختلف فقط هنا ناقص وهنا ندل زائد سيجدر وداتا على اتنان ا الا هو العادر مضرب في الركس مربع البي هو العادر مضرب في الركس نصبح ماذا تساوي؟ ناقص ب معتا ناقص خمسة ناقص جدر وداتا جدر تأتي ساوي سبعة ولي ناقص سبعة على اثنان في ا او الواحد يعني اثنان في واحد تسوي اثنان ماذا تسوي ناقص خمسة ناقص سبعة تسوي ناقص اثنى عشر لم يكنوا عددين متشابهان في الاشارة سواء بالموجب ولا بالسالب نجمعوهم وخلوا اشارة نفسها خمسة مع سبعة طلعش وخلي الناقص تعنا تولي ناقص ١ ناقص اثنى عشر الآن اثنى عشر على اثنان كم تسوي تسوي ستة والناقص دعنا ناقص 6 وهنا ناقص بي ليه ناقص وخمسة زائد جدر دعطا دعطا يسوي سبعة عفوا نجدر دعطا يسوي سبعة على اثنان ا لهي اثنان ناقص خمسة زائد سبعة مختلفا في الاشارة نطرح بيناتهم وندير اشارة تعدد الاكبر شكون الكبير هو السبعة ندير اشارة اللي هي الزائد وسبعة ناقص ثنين عفوا نزل سبعة ناقص خمسة دعطا يسوي اثنان اثنى على اثنى ماذا تسوي تسوي الواحد على ما نحب نديره جدول اشارة وش هو اوش يديره هنا نكتبو ال اكس هنا نكتبو دالة هنا وهنا نكتب مجموعة التعريف مجموعة التعريف تحدي الدالة هو اشي الدالة الناطقة يعني الدالة الجدرية اللي بكون عندي كسر لازم المقام لا يسوي السفر انا عندي زوجة على المقام عندي ستة ناقص اكس لازم لها تكون لا تسوي السفر و اكس لازم لها تكون لا يسوي السفر المجموعة التعريف هي اير ما عدا هذين النتجة لذين سوف نجدهما ستة ناقص اكس لا تسوي السفر نحول اكس لذا الطرف ولي بن موجب واش تقولي لي تقولي لي اكس لا يسوي ستة يعني اكس لا يسوي الستة لما نحول اكس لذا الطرف ولي بن موجب تقولي لي ستة لا تسوي اكس يعني اكس لا يسوي الستة واكس لا يسوي السفر يعني هنا شحنا عندي منقطة مميزة عندي أربع نقاط مميزة هنا نكتب الهربو النقص ملا النهاية وهنا نكتب زائد ملا النهاية وهنا ماذا نكتب نكتب هذه النقاط ماذا يدلي لدينا الصفر لدينا الواحد لدينا الستة لدينا الناقص الستة هذه النقاط المميزة التي لدينا أولا رحوا المكان اللي تنعدم فيه الدالة الدالة تنعدم عند الواحد هنا تنعدم وتنعدم عند الناقص الستة والدالة غير معرفة والدالة غير معرفة عند الصفر وغير معرفة عند الصفر الآن هادو ما ندرون شو الحسبان نحن نخدمه على العساب ومثل عدم الدالة ونشوفه يعني على الجانبين وفي الوسط على الجانبين تكون نفس إشارة عدد المضرب في الـ X تربية الـ X تربية رهو عدد مضرب فيه هو الواحد الواحد رهو موجب يعني X رهو موجب يعني هنا كيف تكون الإشارة تكون الإشارة من هنا موجب ومن هنا موجب ومن هنا كذلك في هذا الطرف موجب أنا نهضروا من الأوروح من الألقارين موجب وفي الوسط كذيرا في الوسط رهي سالبة يعني هنا سالبة ومن هنا سالبة ترجمة نانسي قنقر